والله أنا بالنسبة لينا للأبروش والزاوية اللي بش ناخو بينا الموضوع بيبدئين أنا بالنسبة لينا نحب نحب نتعاطى مع الموضوع وعلى أقل على أقل من ثلاثة أفكار أساسية أنا نحب لنا نتلق ساعة من المرسوم رقم واحد اللي وليني بالكل المرسوم اللي يصدرناه أحنا مرسوم رقم واحد هذا اللي يحكي على العفو التشريعي العام من 17-12 لـ 14-1 بالنسبة للناس اللي تعلقت بيهم قضايا أثناء الحراك الاحتجاجي اللي وصلنا من 17-12 اللي وصلنا لحظة 14 هذا الفصل الأول بتاع المرسوم هذا الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني يحكي على شهداء وجرحة الصورة أنا توا بش لنا نتلق من التجارب القانون معنا من التجارب المقارنة تجارب المقارنة الشيلي الأرجنتين الأفريكة دوسود المغرب السبانيا فهمت ثلاثين دولة نجحوا على كل حال ليه مش بضرورة نجحوا نقوله ثلاثين دولة جربوا العدلة الانتقالية فيهم برشا نجحوا نجحوا ما نجحوش على كل حال خلينا ننلوح أنا نحب نقول الغاية من العدلة الانتقالية شنو هي تعقيد خمسة نقات أولا النقطة المركزية اللي هي حق في العدلة الحق في معرفة الحقيقة الحق في التعويضات وجبر الضرار المادي والمعنوي زمان عدم تكرار الإساءة وذلك من المنظومة القانونية ثم خمسة المصالحة اللي تقوم بالأساس فهمت في الأخر بكل علاقات الاعتدار ما بين سامحوني في العبارة والجلاد والضحي ولو أني ما نحب سنستعملها بالضابط هذه كهية معناها المصالحة ما بين الجلاد والضحي لهنا شنو اللي تصار لقينا عوائق على ثلاثة مستويات المستوى اللي نرد بالك اللي هو مستوى سياسي رسقط لك أنا حبيتك الدور تعبله ببعض المستوى اللي نرد بالأساس اللي هو الرشوة والفساد والمستوى الثالث تعادل لهيكل يا بابو نحكي في المستوى السياسي المستوى السياسي فهما قرار شهير للكم تتفكرونه مليح في تعليق نشاط التجامعة دستوري تعليق نشاط التجامعة دستوري الديمقراطية حكا ولا لا وثما قرار بعده قاضي بعزل المعناها بلوتو حل التجامعة دستوري الديمقراطية فيב� habe خلال البداية اللي أرىだ لكن بعد خطاب شهير عمله شيخ رشد الغنوشي خطابة دي في سنة 2014 شكور وبعد الحق عليه المرحوم يحكي عن المصالحة ويحكي للعمال والصرش وغشمون ما بين هيئة الحقيقة والكرامة والتشريع أو النص القانوني المتعلق بالمصالحة اللي تحكي لها بالأساس كتلة نداية تونس اللي هو مرجعية هذا الحزب هي نابعة من معناها الخليط انصحك العبارة للسلطة اللي كانت تحكم سواء في الحقبة البرجيبية أو في حقبة بن علي ايش يقولون غنوشي في الأول من كل كانت ذكروا كل في المجلس الوطني التأسيسي ومجلس الوطني التأسيسي احكينا عن قانون تحسين الثورة قانون تحسين الثورة شكول اللي اقترحوا واحد اقترحتوا كتلة حركة النهضة اللي هي كتلة الأغلبية الثنين كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وبعد تالي انشقت عليها كتلة أخرى دي كتلة توفاء خاتر أصل كتلة توفاء هذه هلية زعمة عبد الروف العيادي زادة تابع حزب المؤتمر لكن من بعد وقته صار جدا الكبير باعتبار وأنه فما كتلة من المستقلين وثما كانت تتذكروا انتم نواب من كتلة عجيبة وغريبة ودي هي خلطة اسمها كتلة العريضة العريضة الشعبية مثل تالي حامدي هي خاتر فلعومك لعبتها ذوما بلسا منهم كانوا مثلوا الرعي القديم من بعد تاني كيصار جدا الكبير وصار بلوكاج في المسل الوطني التأسيسي وجيت اللحظة الفارقة اللي هي لحظة الاغتيالات السياسية وأنا نحكي بالأساس ع شهيد الرمض الشكري بالعيد والبرهة وانشاء الله بالمناسبة يدهر حقه وكذلك الشهيد محمد البرهامي لهنا ولا منطق تحسين الثورة ومنطق الاحديثة ذا وكذا جاسي راشد القنوشي مارس منطق ما يسمى براغماتية السياسية ويريتك يجد براغماتية السياسية خطر حقه تاني مش براغماتية السياسية قال ما عناش مشكلة احنا ولا داعي الى العزل يزي عمال انتخابات البرهة التأسيسي 2011 وصار العزل والعزلة ذا كان في مناسبة خطاب 20 مارس 2011 اللي اداه الرئيس المؤقت فؤاد المبازع فؤاد المبازع 2011 فؤاد المبازع ووقت اللي قال العبادة الظلمة ما هو مش بش يشاركو كيخرج المرسوم المتعلق بمعناها الانجاز انتخابات المسط الوطني التأسيسي اللي مبثقت على هيئة طولها اسمها تويل ياسري كان يتنقسها سرافة بن عشور وكان فيها تمثيلية عياذ 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 بن عشور اللي فيها تمثيلية تقريبا لكل الاطياف السياسية وصح هو لم يساق سياسي وقت على اساسه وانو المسط الوطني التأسيس يروبش يعمل عام لكن العبادة قالت لي ها سمحني كذا وضربوا على قلوبنا تقريبا ثلاثة سنين ولا أكثر من ثلاثة سنين به هدايا بالنسبة للمسار السياسي من بعد وقت اللي نجاوزنا قانون العزل هدايا ولا تحصين الثورة ما اللي صار تخلق عشرين جسم سياسي غريب يعني جسم سياسي اللي هو وليد المرجعية النوفمبرية نصحة العبارة ولا مرجعية التجابة الدستورية الديمقراطية عملونا حزب يتزعمه كذا وحزب يتزعمه كذا والقسمة على الدرقة كيف من نحزب هاي قولة لي اينا نحكي على كتلة دستورية هدا في المسار السياسي ساعة في التعاصر في المسار السياسي نجي اينا المسار الأخ المتعلق بالرشوة والفساد مسار الرشوة المتعلقة الرشوة المتعلقة قلنا ان نتذكرو الخطاب الاخريني بكل الرئيس الراحل المخلوع رحيمه الله زين العبدين بن علي وقتيني قارنين فهمت وفهمت البطال وفهمت كده وفهمت كده يغيت هبو أقرر أنه يعمل لجنة متى تقاسي حقائق ولجنة أخرى اللي بعد تاني مبثقت عليها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واللجنة هذي ترأسها العميد الراحل لله رحمه ونعمه عبد فتاعة عمر وبدأت اللجنة هذي تختم من بعدين بعد اللجنة هذي تخلقت على ذوها هي لجنة تخلقت لجنة أخرى شكولة زعامها زعامها سيبو دربالة لكن من بعد اللجنة أنا انطلقت من المرسوم رقم واحد وقلت العفو التشريعي العام في فترة زمنية معينها نحكي هنا من سبعتاش أثناش ألفين وحداش إلى أربعتاش واحد عفونا ألفين وعشرة ألفين وحداش ألفين وحداش شنون يصار هنا بعد توسعوا توسعوا ورجعنا حتى لبتسعبير خمس وخمسين معناها القانون اللجنة ولين نرجعوا لبتسعبير خمس وخمسين ردبين لك لبتسعبير خمس وخمسين تنتوز تحت الاستعمار أنا نحب ستعمل موصلة حماية فهمها القضايا في بورجيبا خلق أصله خلق أصله ليني بتبعت وقت ترجع الخمس وخمسين وقت ترجع الخمس وخمسين أنت في العمق بستحكيني عن خناف البورجي بورجيبي ليوسفي في مسئلة إمضاء وثيقة الاستقلال الداخلي من عدمي هذا صحيح أو مسحيح دخلنا في حكاية أخرى قضايا كانت خطيرة طب بعد نقدموا وقت لا رجعوا ألفين وقت لا رجعوا ألفين مش معناها بارازار خلفية لأنه فما محاولة وفكرة لضرب الدولة الوطنية معناها واضحة على خطر أنت كتحب تعمل مقارنات اللجنة بتاع المغرب في 2004 من شروطها عدم المس بالرموز الوطنية شرط في قانون الأساسي نحب الأصل ومشي تكمل فكرة حتى يتمل فكرة لك يعني بالتأثير على خاطرنا كنحكي على المرسوم الأول يحصل في مدة زمنية معينة ومن بعد تالي اللهم صلي عني بي لنلقي المتعلق بالعفو التشريع العام 11.000 خدمت لي منهم 6.475 وهذا بتصريح وزير العدل في حكمة ترويكا وصرفت عليهم قريب 12 مليون دولار في مساريف تداوي ومساريف كذا لا تخذنا في حكاية أخرى وبخلاف المقرر 29.550 مقرر قد نفهموا بعضنا قد نفهموا الأمر على خاطر توا زادة فما حاجة أخرى انت تحط لي ملف فالعفو التشريع العام تحط لي ملف براكت الساحل ملف براكت الساحل أنا عندي شؤال من استعمل السلاح ضد الدولة يعتبروا معار سياسي علي أبو عملية سليمان هيا هيا ما قلنا من استعمل السلاح هوا كيف كيف شلال فرق كيف كيف أنه بالنسبة للعمل في وقت بالوقات سمحني صارت عملية أو محاولة بتاع دريناج للناسة دومة كل سواء من حركة الناها ولا من نداية تونس على رأسه الرئيس اللي بيجي قيد السبسي الله يرحمه وقت لعمل قانون المسارح عالي في ترسميك ما قانون المسارح